نحن نتابع مع حضراتكم مشاهدين فعليات قمة كابت وانتي السافن المنعاقدة في شارم الشيخ الملاحظ أن هناك حالة من الحراك العالمي المضي بخطوات جادة وملموسة في هذا الملف لأنه يؤثر على حياة البشر البشرية جمعاء في انتظار قرارات حاسمة من قادة ومسؤولي العالم للوصول إلى حل جدري للقضاء على الأطار السلبية للتغيرات تعمل بجد وجهد من خلال كافة مؤسساتها ومنظماتها المتواجدة حول العالم في إطار نفس الهدف معنا الآن سيدة فريدريكا ماير ممثلة الأمم المتحدة للسكان في مصر أهلا بك سيدة فريدريك ماير ممثلة صندوق الممتحدة للسكان في مصر مرحبا بك هنا في التلفزيون المصري رائع أن أكون معكم هنا وشكرا لوجود بينكم وأيضا حضوري الجلسة الافتتاحية التي كانت تنظيمها رائعا وخاصة عند مشاهدة المقطع التزيلي عن الأزمات التي تضرب العالم ولهذا نحن هنا عندما تكون هناك أزمات لا بد أن ننسى احتياجات المرأة والفتيات حدثنا أثناء هذه الأزمات لقد سمعنا عن بعض الأمور في هذه الأمور ذات العلاقة بأشيون الجنسانية فيما تعلق بأنه أثناء الأزمات تحتاج المرأة الوصول إلى بعض الخدمات الصحية ومنها المستشفيات وأيضا أثناء الأزمات تولد الأطفال ولا بد أن نوفر كثير من الخدمات للمرأة عند وضعها طفلا جديدا ولكن أيضا كل الأمور المتعلقة بالتخطيط وتنظيم الأسرة وأثناء الأزمات لا بد أن نضمن أن كل خدمات متوفرة للسيرات ومنها وسائل منع الحمل ومن المهم جدا أيضا أن المرأة موجودة في أشياء السياسية لأنها تناقش السياسات الخاصة بها لأنها لديها احتياجات مختلفة عن احتياجات الرجل لأن المرأة تكون تصل إلى عمليات التسهيلات التمويلية وأيضا عند طفل جديد إذن ما هي نصيحتك لأن حقق نجاحا في تمر المناخة 27 رجاء الاستثمار في الفتيات هذا أفضل شيء أن تقدمه الحكومات لأن الفتيات هم أمهات المستقبل كما تعلم أن هناك قد يكون الطفل الرقم الثامن ثماني مليار سيولد في النوفمبر هذا الشهر والدة لابد أن نحزز دور المرأة لأن أيضا لابد أن نركز ونمنع الزواج للطفال والجواز المبكر لابد أن نحراعي الحكومات أن تجعل الفتيات لازلنا في مدرسهم لحتى اختارنا متى يتزواجنا متى وأين ومتى ينجبنا وكم طفلا لابد أن تستثمر الحكومات فيها الفتيات ما هي الإنجازات التي تمت منذ مؤتمر مناخ السادس والعشرين حتى في متعلق بأشؤون المرأة والفتى نعم نحن بحاجة إلى مزيد من الجهود لقد سمعنا الكثير هذا هو مؤتمر التنفيذ لكن نحن بحاجة إلى خطط وانشطة تنفيذية وتكيف مع المناخ كما تعلمون أنه نحن بحاجة إلى مجتمع أكثر مورونة عندما يتحدث أزمة يمكن المجتمعات أن تأخذ الحذر لا يمكنها التفادي الأزمة ولا تغادر بلادها ولكن نقول أن هناك أنظمة تحذير مبكرة أي نعم هناك فيضات ولكن المجتمعات تعلم كيف تتعامل مع هذه الفيضات مرة أخرى لا بد أن نضمن أن الفتيات والنساء يعرفنا ماذا يقوم به أثناء هذه الأزمة هل ترون أنه من المهم جدا أن نشرك المدن والبلاد في مكافحة التغير المناخي نعم هناك تحسنات هناك كثير من الفهم والوعي بالمدن والمجتمع بأن هناك تغير المناخ وقد استمعنا إلى السيدة بارابادوس عن هذه التجارب وأننا نتمنى أن نقدم التنفيذ هنا من طلاقا من مؤتمر الكوب السابع والعشرين لا بد أن نتوقف عن الكلام ونبدأ بالتنفيذ وهذا ما نتطلع إليه هل تعتقدين أن التنفيذ يعتبر من رسالة خاصة ومميزة لهذا النسخة مؤتمر الكوب مناخ السابع والعشرين أتمنى أن نجد ما نطمح إليه من هذه النسخة من المؤتمر نعم فيما تعلق بأن هذه المساحة للأفريقية أن تتوفق وأيضا أن يتم ما اطلق عليه بالتوفق مع التغير المناخي نعم ما هي رسالتك من هنا من شرم الشيخ ومن المؤتمر المناخ السابع والعشرين رسالتي لابد من الاستثمار في الفتيات لأن هنا يعرفنا الأمور المختلفة إذا كانت لديهم حلولاً فلمكن للمرأة أن تكون لديهم حلولاً لا بد أن تقضونها بعين الاعتبار وأن تكون في قلب حديثكم شكراً لك سيدة فريدريك ماير ممثلة صندوق الممتحدة للسكان في مصر شكراً على وجودك معنا شكراً للمشاهدة